السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم في درس جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد يتبادر للكثير من الناس هذا السؤال لماذا لدي الكثير من المفردات في اللغة الانجليزية ولكن لا استطيع التحدث عندما اأتي لكي اتحدث احس لساني مربوط لا استطيع ان احركه لماذا ما هو السر وراء عدم قدرتي على تحدث الانجليزية مع ان لدي الكثير من الكلمات في اللغة الانجليزية واعرف القواعد واعرف اكتب لكن مشكلتي لا استطيع ان اتحدث عندما اوضع في مكان معين او في موقف معين وارد ان اتحدث خلاص نقطة انتهى ما يطلع معي ولا كلمة ما هو السبب وما هو الحال اذا كنت مهتم بهذا الموضوع تابع معين نهاية الفيديو نعطي السبب ما هي الاسباب وراء ذلك وما هي الحلول لهذه المشكلة وليست مشكلة اي مشكلة ومشكلة عادية مشكلة وريد ان اتحدث الانجليزية لكن لا استطيع مشكلة كبيرة بالنسبة للمهتمين بتعلم اللغة الانجليزية اول شيء يجب ان تعرفه ما هو الهدف من اي لغة في العالم الهدف اني اوصل فكرتي اوصل ليه الشخص المقابلي او الاشخاص ماذا اريد ان اتحدث ماذا في داخلي اذا الهدف هو ايصال المعلومة وايصال الفكرة لو اراد شخص من غير الناطقين باللغة العربية ان يتكلم اللغة العربية فقد حافظ بعض الكلمات يقول كلمة نحن نساعده باشرة تفهم عليه حتى لو اخطأ بلفظة الكلمة ولم يقولها بشكل صحيح انت تركيزك كله انه تساعد هذا الشخص خلص فهمت انت ما هو المراد منه وصلك الفكرة حتى لو بكلمة واحدة وانت نفس الشيء لا تضغط نفسك وتحصر نفسك انه لازم اكون انا يعني واو بالانجليش يعني اكون بلبل اوكي هذا جيد وحسن تكون يعني طليق باللغة الانجليزية لكن على مراحل مستحيل من اول تعلمك اللغة الانجليزية انت تتكلمها ب طلاقة ابدأ في كلمة كلمتين وثلاثة وهكذا ايضا نحن كمتعلمين غير ناطقين للغة الانجليزية ايضا نحط بعنا نفس الفكرة هذه الشخص المقابرنا الذي يتكلم اللغة الانجليزية فقط نقول كلمة واحدة هو ايضا يفهم علينا نفس الطريقة اذا يريد يساعدنا ايضا يساعدنا لكن لا يقول لنا الكلمة خطأ وهذه لفظها خطأ وهذه قواعديا خطأ لا الهدف انه انا وصلت للفكرة بالتالي يساعدني في اعرف مكان ما او بطريقة ما وهكذا اذا كما قلنا هذا الاجنب يتكلم للغة العربية اخطأ والكل يخطأ وهذا شي طبيعي لم يعيبه ذلك حقق هدفه الذي يريده وتذكر دائما جميعنا يخطأ كلنا اولاد تسعة اشهر كلنا بدأ صغيرا يبكي ثم تعلم مع التدريب والممارسة هاي دائما نحطها في الحسبان ايضا ثق بنفسك كن فخور بنفسك لا تحصر نفسك وتقيد نفسك انه انا لازم اتكلم طلاقة عشان اكون الي شخصية معينة وكذا شخصيتك موجودة وانت موجود اذا لم تكن واثقة من نفسك الاخرين لن يثقوا بك بالتالي كن فخور بما تقدمه ليس نظران تحدث شكل ممتاز المهم انك وصلت الفكرة ايضا شخص عندما يتكلم الاحظة ركز وين انا اخطأت قواعديا اخطأت بلفظة الكلمة اخطأت هل هي لهجة بريطانية هل هي امريكية يا اخي انت هدفك توصل الفكرة ولا عندك برستيج معين تريد تظهر به اذا كان لك برستيج معين اوكي خليك بالبرستيج اللي انت بي وتريد توصله وستايل اللي تريد تمشي عليه خلاص فهمنا لكن اذا انت تريد توصل الفكرة خلاص اتكلم ما انتظر انه اخطأت قواعديا انا اتكلم شكل طليق يعني الطلاقة انه ما تحتار بالكلمة اللي تكلمتها لكن تتكلم كلام موزون ولا تفكر وانت تتحدث عن الاخطاء وانه بداخلك انا راح اخطأ انا اخطأت هل استخدمت الزمن الصحيح هل الكلمة الصحيحة هل خلاص تكلم لانه حتى اذا اي شخص انت بتكلم معه او مجموعة من الناس اذا اتأت مرة تفكر مرة كذا انا اخطأت قواعدية انا كذا راح يملون منك انت تكلم يفهمون عليك هم بالعكس يستنسون انه انت قاعد تحاول وتتكلم لا تفكر بالاخطاء القواعدية ايضا لا تقارن نفسك بالاخرين قارن نفسك بنفسك اليوم انا اعرف الشيء الفلاني انا انتقلت على المستوى الفلاني اذا دائما تحدى نفسك لا تتحدى الاخرين ولا تنظر لنقد الناس بعض الناس فاض الشغل يتصيد انه هذه اللفظها خطأ هذه الكلمة مكانها خطأ هذه القواعد خطأ خلي بتكلم انت تكلم وخليه هو بينتقد زي ما بده ينتقد لكن انت مستمر بالتعلم ايضا حط في بالك انت تعلم لغة ليست لغتك الام لغة اجنبية متعلمة اللغة العربية نفسنا احنا كناطقين اللغة العربية نخطأ فيها طلاب يرسبون بالامتحانات وطلاب ما يعرف يتكلمون باللغة العربية تعطيهم موضوع باللغة العربية لا يستطيع ان يتكلم به لماذا؟ لانه ما عنده اصلا الفكرة موجودة لكي يطرحها طب انا كيف ما عندي فكرة وارد اتكلم ايضا بلغة ثانية يجب أن يكون لدي افكار معينة لكي يتحدث بها نفسنا اللغة العربية لدينا مدرس لغة عربية واحنا عرب لدينا طلاب يكملون دراساتهم الجامعية ايضا يتابعون الدكتوراه وهكذا في الجامعات يدرس لغة عربية وهي لغتنا الام بالتالي يخطأ يعني طالب جامعة ويكون ويخطأ طالب جامعة يدرس اللغة العربية ويخطأ اذا لغتنا نخطأ فيها فان بالك بلغة اخرى لذلك لا تهتم تخطأ مرة ومرتين وعشرة ومليون مرة بالاخير مليون واحد راح تصيب اهم شيء الاستمرارية والمتابعة ودائما ضع في مخيلتك بما انه في ناس غيرنا تقيم باللغة الانجليزية ويتحدثون بطلاقة معناه انت تستطيع والكل يستطيع فقط هذا شخص استمر وانت وقفت عند حد معين خجلان فلان يسمعك انا كيف اطلع بالمظهر الفلاني كيف يكون كلامي كيف قواعديا كيف كذا بعد هذه المقدمة الطويلة ممكن شخص يقول مقدمة طويلة وملينة لكن يجب ان تعرف هذه المعلومات وهذه الاشياء تضعها في مخيلتك وفي داخلك وفي عقلك الباطن لكي تنطلق طيب بعد هذه المقدمة الطويلة فهمنا يا استاذ تكلمت بما فيه الكفاية طيب اعطينا الحلول ما هي الحلول لهذه المشكلة اول شيء تذكر التحدث او التكلم هو مهارة مهارة مكتسبة وليست متوارثة يعني اورثة من شخص ما او من اهلي او من عائلتي وهكذا اذا مكتسبة معاته تحتاج الى تدريب تحتاج الى تمرين اللسان عضلة تحتاج امرنها مثل شخص بيكون مثلا ايده مثلا وليكن لا سبحان الله فيها شيء معين او رجله او الى اخره ماذا يعمل يعمل علاج فيزيائي يحركونها بالاول على الخفيف بعدين اسرع اسرع حد ما يستطيع ان يحركها ايضا اللسان مع الممارسة ومع التحدث يصبح لسانك طليق تستطيع ان تتكلم لا يكفي ان تقرأ فقط تنظر الى الكتاب تنظر الى الكتاب وتريد ان تتحدث لا يكفي ان تتعلم قواعد لكي تتحدث لا يكفي ان تسمع لكي تتحدث اذا كل مهارة مهارة الاستماع مهارة الكتابة مهارة القراءة ايضا مهارة التحدث تحتاج الى تمرين ممارسة كيف عن طريق يجب ان تحرك لسانك لا يكفي فقط ان تفكر بعقلك الباطني يجب ان تحرك لسانك مثل احنا نتكلم تحرك لسانك اذا ما حرك لسانك معاك انت لا تستطيع ان تتحدث من الحلول اللي تساعدني على التحدث حاول ان تستخدم كلمات بسيطة وكلمات سهلة وتستخدمها في مواقف معينة مثلا وهكذا كلمة لاحظ كلمة نائس وهي استخدم معاها از و واز ركبت اكثر من جملة بهذا الطريقة ايضا احاول افكر باللغة الانجليزية كيف يعني اي شي محط عندي بأي مكان افكر كيف يقولون باللغة الانجليزية مثلا وهكذا كار اذا اي كلمة دائما حوالي بلفظها الكلمة التي عرفها باللغة الانجليزية لا انتقبل العربي اذا اتكلمها باللغة الانجليزية حتى لو اخطأ اذا اخطأ مرة ارجع بصحح من الطرق المفيدة ايضا بسجل نفسي فيديو بمسك تليفوني واتحدث باللغة الانجليزية دقيقة دقيقتين برجع بسمع الفيديو راح انت بتشوف اخطأك اكتبهم تعرف انه انت اخطأت في المكان الفلاني عشان تصحح ارجع مرة ثانية بسجل فيديو واسمع نفسي مرة ثانية راح من خلال الطريقة هاية الهدف منها انت مرنت لسانك بالتالي صار عندك الجراء انك تتحدث باللغة الانجليزية سجلت مرة مرتين عشر مرات فيديو لنفسك وتسمع انت اسمع بنفسك اذا مستحي مثلا او خجلان حد يسمعك انت سجل لنفسك شوف الفيديو واحذفه بهالطريقة ها انت مرنت نفسك على الحديث ايضا باي مكان تكون فيه بالسيارة بالبيت بالغرفة لوحدك اي مكان كان اذا مستحي من الناس لوحدك تكلم تكلم بلغة الانجليزية وانت بالغرفة تكلم تكلم عن يومك شو سويت باليوم حاول انه تكلم باللغة الانجليزية سجل ماذا فعلتها خلال يومك سجلهم وتحدث بهم الهدف من هذه انه تمرن لسانك كما قلنا اللسان عضلة تحتاج الى التمرين اتكلم ايضا مثلا عندك كلمات اضعها في جمل جمل بسيط مشرط انه جمل معقدة اتكلم اتكلم يمكنك أن تكون كلام معقد وكلمات طويلة وكلمات صعبة لا، كلمات سهلة وأستخدمها الهدف أنه أنا مارس اللغة مثل لديك موضوع معين خطر ببالك موضوع معين بالعمل والشغل التي تريد أن تتكلم تكلم، لا تفكر بشكل صامت تحدث انطلق بالحديث الوحدك، أيها الوحدي أنت صحح نفسك كما قلنا، أسجل صواتي، أسجل فيديو وانت صحح نفسك إذا مثلا عندي شخص يصحح لي أكتب مثلا، هل هذا صحيح؟ من خلال تعرضك للغة ومواقف معينة أنت بتتعلم وتتطور وأرمي كل شي خلف ظهرك كيف يفكرون عني؟ رح ينتقدوني؟ رح أقطع؟ قواعديا غلط؟ صح، لا لا، أنسى هالمواضيع كل يأتي أنا هدفي، اللغة مو لغتي وهدفي أن نوصل معلومة للشخص المقابلي، هذا هدفي الأخطاء؟ كنا نخطأ نتطور؟ نعم نتطور من خلال الممارسة اليومية أيضا ممكن شخص عنده صديق على الإنترنت يقول لغته، الأم هي اللغة الإنجليزية يتواصل معه، بيكون حاد سماعات، هو يتكلم، هو بيه إذن هذه الطريقة راعة جدا لأتدرب على اللغة ممكن أن أقف أمام المرآة وتكلم أتحدث عن نفسي، أتحدث عن شخصية معينة، موقف معين وأتكلم أيضا طريقة بتساعدني على التحدث أيضا أحفظ عبارات عبارات في كل موقف أستخدم هذه العبارات تساعدني كثيرا إذن دائما العبارات هذه باستخدمها ملخص الفيديو شخص يقول أستاذ فيديو طويل وملينا أرد كلمة وحدة ملخص الفيديو ملخص الفيديو إذا لم تستخدم لسانك وتتمرن على الحديث لن تستطيع أن تتحدث أبدا مهما سويت، مهما تعلمت، مهما قرأت، مهما سمعت إذا لم تحرك وتمارس اللغة لن تستطيع تحدث تمرن، مارس اللغة، حرك لسانك، حرك لسانك هذا ملخص الفيديو بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم كلمنا فيه عن أسباب وحلول عدم قدرتي على التحدث باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشترك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لاك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته